رمضان الصبح حلم أمريكا والعودة للأهلي أي حد أو في ناس كتير جدا بتحلم بتكون في أمريكا لكن حلم العودة للكيان انتماء كبير قوي وأنا عشته وإن الأهلي بمن حضر والكباتن مختار التيتش كابتن الوحش كابتن صالح سليم الله ينحمه الشيخ طه اسماعيل كابتن حسن حمدي كابتن الخطيب كابتن مصطفى عبدو مش عايز أنسى حد ربنا يديهم الصحة والجمعة تريكا وغيرهم من اللي تركوا الفريق لكن الأهلي الأم يقف على أحد والأهلي كمل مسيرته في كل البطولات عايز أتكلم معاكم في نقطة مهمة جدا تبين لكم قيمة الأهلي العظيمة جدا والاختيار هو اللي بيحسم حاجات كتير جدا في إيه؟ في حياة كل واحد فينا واختيارك هو اللي بيحدد مصيرك تتحاسب عليه إمتى بقى؟ تتحاسب عليه بعد كده إن مرتبطك بالأهلي قيمة كبيرة جدا بمعناها الحقيقة أنا عشتها الأهلي ليه فلسفة خاصة جدا فلسفته إنه بيحافظ على فريق بيحافظ على كيان الفريق هو اللي بيعمل البطولات مش الفرض هو اللي بيعمل البطولات الأهلي هو اللي بيعمل الفريق فانيلا الحامرة ليها قيمة كبيرة جدا عندنا مش هتقدر تتعود وانت عليك الاختيار إما الفلوس إما المكان قصة رمضان صبحي بالزبط باختصار عايزة أتكلم فيها معاكم في وقت بسيط جدا لما كان في الأهلي رمضان كان إيه؟ ولما مشي من الأهلي رمضان كان إيه؟ ولما رجع الأهلي بقى إيه؟ رمضان صبحي في بداياته مع الأهلي أصبح نجم بيسير بخطة جيدة ويسير على خطة النجم نجمي العالمي محمد صلاح مع الفرق في المستوى طبعا لكنه استعجل في تجربة الاحتراف وضغط على رئيس مجلس دارة السابق المؤسس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت وأحرجه وقال له عايز أحترف واحترف بالفعل في ستوك سيتي ولكن أنا بقول إن الخطوة دي كانت ينقصها بعض الخطوات كانت خطوة كبيرة جدا على رمضان في الوقت ده لكن بعد كده كان مكسور الجناح أحيانا قاعد على الدكة وأحيانا كثيرة بعيد عن الدكة وبعيد عن المنتخب رمضان هو ووكيله كان حلمهم إنهم يرجعوا تاني للنادي الأهلي الأهلي قدر فعلا يرجع رمضان للحياة الأهلي فرق مع رمضان جدا وده المنتخب الأولمبي مع كابتن شوقي غريب زيه زي لايبة كتير جدا وقدمها للمنتخبات بعد ما وقف على رجليه يعني النادي الأهلي هو اللي رجع رمضان من إنجلترا ووقفوا على رجليه وقدموا المنتخب الأولمبي مع كابتن شوقي غريب إيه اللي حصل بعد كده؟ رمضان بعد كده تقلق في الأهلي والأهلي بدأ المفاوضات بدري جدا عشان الناس اللي بتقول إن الأهلي يتأخر الأهلي بدأ المفاوضات بدري جدا وبدأ يتكلم مع النادي الإنجليزي من شهر أبريل اللي فات كان فيه اتصالات مستمرة مع مسؤولي نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لكن النادي كان رافض عشان كورونا توقيت دوت كان الدنيا كلها وقف عشان خطر كورونا والنادي الأهلي ما أسرش متكلم من شهر أبريل اللي فات وقال النادي هيدرسفيلد إن الأمور مش واضحة قوي لازم ننتظر لكن الأهلي ضغط رمضان ما كانش فيه عروض ليه بصراحة غير عرض من نادي الزمالك وعرض من تحت الترابيزة من أمبي وعرض تركي ضعيف الأهلي تعامل مع الموقف بشكل احترافي وخلص كل الأمور مع النادي الإنجليزي علشان كده كان فيه دفع الفلوس في أعارته موسم ونص إلا إن اللاعب اللي هو رمضان زي ما قلت الأول لم يحدد موقفه كان موقفه مايع زي ما قلت لكم إن الاختيار هو اللي بيحسم أي مصير لاعب عليك إنك تحدد اختيارك اللي هتتحاسب عليه قدام الناس وقدام الجمهور وقدام نديك وتتحمل تبعياته الأهلي لما ضغط على مسؤولي هيدرسفيلد وتوصلوا الاتفاقات لكن رجع النادي الإنجليزي وقال لازم ناخد موافقة رمضان صبحي وده اللي حصل بعد النادي الأهلي ما تكلم معه النادي الإنجليزي واتفق معاه رمضان صبحي طلب مهلة يعني أسف أنا العرض اللي هو كان من تحت ترابيزة ما كانش من أمبي كان من بيرامدز المهم طلبه مهلة وبعد مماطلة صرح وقال إيه رمضان إن رغبته هي الانتقال لبيرامدز الأهلي لما تكلم مع رمضان صبحي وحصل على الموافقة على إنهاء المفاوضات مع النادي الإنجليزي وقافي الأهلي على كده مين اللي داله الموافقة؟ رمضان صبحي لما قعد مع المسؤولين في النادي الأهلي هو اللي خل الأهلي يتكلمه بادري مع المسؤولين في هيدرسفيلد علشان ياخدوا الموافقة النهائية بعد ما خدوا الموافقة النهائية من رمضان صبحي وفي الوقت دوت لما خدنا الموافقة النهائية من رمضان صبحي ابتدى المسؤول كبير في النادي الأهلي يقول نخش بقى على إن حسين الشحات يعمل عمليات راحية حياخد فيها وقت وحيغيب عشان كده كنا مستنيين لآخر لحظة يمكن الناس ما كانتش تعرف عن الكلام دوت خالص فحيغيب فترة اعتماداً على إيه؟ إن رمضان صبحي مستمر زي ما قال وكلمة الراجل كلمة الراجل هي اللي بتحدد وفيه مسؤول في النادي مش هقول لكم على اسمه قال كان عنده هاجس شوية من نحية استمرار رمضان صبحي ما كانش واسف في كلامه قوي وده من مواطلة اللاعب وقال إن اللاعب في التجديد عند استعارته موسم آخر رمضان ماطل فيه شوية عشان كده الأهلي تعاقد مع محمود كهربا لتأمين هذا المركز اللي أنا بقوله لكم ده ما فيش حد يعرفه وكمان أول مرة يتقال ومع مواطلة رمضان صبحي تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر كمان من مؤوين العرب يعني الأهلي تعامل مع الموضوع باحترافية كاملة وعمل كل ما هو متاح لاستمرار رمضان وإن النادي الإنجليزي راعز تعارض الأهلي لللاعب وتحمل راتبه وتحمل راتبه موسم ونص وده كان عامل في إنهاء الاتفاق ولكن كل ذلك توقف عند رغبة رمضان صبحي وتغيير اتجاهه وأعلن عن رغبته الحقيقة إنه هو عايز يكمل مع نادي بيرامز اللي قدم عرض كبير جدا اللي عايز أقوله الرمضان والغيره من اللعيبة عليك بإنك تحسن الاختيار وتتحمل تبعياته إنت اللي حتتحسب على الاختيار ده إنت مش إنت رمضان أي واحد يسلف مسلك رمضان ندخل في مبارات النهاردة تاني مباراة رسمية للمارد الأحمر